هذا وتدين الولايات المتحدة تفجيرات التي حدثت اليوم خارج منطقة المنامة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح شرطي واحد على الأقل بجروح خطيرة وإننا أن نعرب عن خالص تعازينا لعائلة وأصدقاء وزملاء الشرطة القتلى كما نعبر عن خالص تعاطفنا وتمنيتنا بالشفاء العاجل إلى المصابين الهجمات القاتلة مثل التي حدثت اليوم غير مبررة تماما تحت أي ظرف من الظروف وفي أي وقت إنها تقوض الجهود المبدولة لعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة حقيقية في البحرين إنه من واجب جميع أفراد المجتمع البحريني إدانة هذه الهجمات بشكل قاطع ونبذ كل أشكال العنف ويتعين على جميع شرائح المجتمع البحريني نعم الحوار الوطني والمشاركة فيه وإدانة أعمال العنف والتحريض والمساهمة في تهيئة مناخ موات للمصالحة وإن المصالحة والحوار هي السبيل الوحي للمضي قدما لجميع البحرينيين من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة